دورة الماء Water cycle فاطمة، فاطمة، ما الذي يشغلها لهذه الدرجة؟ نعم يا سالم ما الذي يشغل بالك يا فاطمة؟ كنت أشاهد الأمطار يا سالم، إنها غزيرة جداً ثم تبادر إلى ذهن السؤال، فأخذت أفكر في إجابته وما هذا السؤال؟ ترى، أين تذهب كل هذه الكمية من الماء؟ إن جزء من مياه الأمطار يتسرب إلى باطن الأرض ليكون المياه الجوفية وأين يذهب الجزء الآخر؟ يتجمع الجزء الآخر في البحار والمحيطات والأنهار لتتكون دورة الماء من جديد في الطبيعة ماذا تهني بدورة الماء يا سالم؟ دورة الماء هي تحرك مياه الأرض بشكل مستمر في دورة لا تتوقف بين سطح الأرض والغلاف الجوي عن طريق عمليات التبخر والتكثف والهطول والنتح وتعد دورة الماء في الطبيعة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا لكي يبقى الماء في الأرض ويستفيد منه النبات والحيوان والإنسان وكيف تبدأ دورة الماء في الطبيعة؟ تعد الشمس مصدر الطاقة الرئيس في دورة الماء فالشمس تصدر حرارة تمتص بواسطة المياه الموجودة على سطح الأرض مثل ماء البحار والمحيطات والأنهار ومن ثم تحدث عمليات التبخر وما المقصود بعملية التبخر؟ التبخر هو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية مكونا بخار الماء كما يتصاعد بخار الماء إلى الغلاف الجوي نتيجة عمليات النتح في النباتات وما الذي يحدث بعد تبخر الماء؟ بعد أن يتبخر الماء تقوم التيارات الهوائية المتصاعدة بأخذ بخار الماء إلى أعلى داخل الغلاف الجوي حيث إن درجات الحرارة داخل الغلاف الجوي باردة فتؤدي هذه البرودة إلى تكلثف بخار الماء فيتحول إلى سحب وما الذي يحدث بعد تكاون السحب؟ تدور هذه السحب حول الكرة الأرضية وعندما يزيد اتحاد قطيرات الماء مع بعضها ويصبح وزنها أكبر مما يستطيع أن يحمله الهواء أو تصطدم ذرات السحب ببعضها عن طريق الرياح تسقط على هيئة أمطار أو شكل آخر من أشكال الهطول وتعود إلى الأرض مرة أخرى ومن ثم يتبخر الماء مرة أخرى وهكذا تستمر دورة الماء في الطبيعة أحسنت يا فاطمة من الواضح أنك فهمت الأمر جيدا شكرا لك يا أخي يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي دورة الماء في الطبيعة هي تحرك مياه الأرض بشكل مستمر في دورة لا تتوقف بين سطح الأرض والغلاف الجوي عن طريق عمليات التبخر والتكثف والهطول والنتح مراحل دورة الماء التبخر والنتح التكثف الهطول ترجمة نانسي قنقر